قصص حياة القديسين إعداد قناة الملكة والأمير استشهاد القديس مطر الشيخ السكندري إذا كان أول مرة تشاهدون القناة لا تنسوا بالإعجاب بالقناة والاشتراك فيها الذي عاش في القرن الثالث الميلادي وكان من أهالي سكندرية مؤمنا مسيحيا ولما الملك ديقليديانوس أثر عبادة الأوسان واتهد الشعب المسيحي في كل مكان وأوصلت أوامر إلى الإسكندرية فوقع الاتهاض على أهل وسعى بعضهم ضد هذا القديس فاستحضروا إلى الإسكندرية وسألوا عن إيمانه فاعترف بالسيد المسيح إنه إله حق من إله حق فأمر الوالي بالسجود للأصمام ووعدوا بوعود جزيرة فلم يقبل منه فتوعد بالعقاب فلم يرجع عن رأيه بل صاحق إلا أنا لا أسجد إلا للمسيح خالق السماوة والأرض فغضب الوالي وأمر بضربه ضربا موجعا وعلقه من زراعه ثم حبس وجرجر وجهه وجابينه بقطبان محمى وأخيرا إسبق مصيرا على إيمانه ضربوا عنق خارج المدينة وتعيد له الكنيسة في يوم تمانية بابة من كل عام بركاتهم صلواتهم هؤلاء القدسين تكون معنا أمين موسيقى